عقدت الهيئة العامة في دار الكتاب المقدس في عمان اجتماعها السنوي قدمت خلاله تقاريرها المالية والإدارية وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بالتسكية وذلك على النحو التالي القص فائق حداد رئيسا للهيئة الأب الدكتور فراس نصروي نائبا للرئيس لينمسيح أمينة الصندوق ريم الفار أمين السر الأب الدكتور إبراهيم دبور الأب الدكتور بسام شحتيت المهندس فارس حجازير إضافة إلى تسمية أعضاء الاحتياط وهما المحامي خلدون صلايطة ومرفة شطارة